وفيما استغل السوداني اليوم العالمي للقضاء على الفقر للتأكيد بأن برنامج حكومته قد وضع تخفيف الفقر في أولوياته إلى جانب تحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن للفئات الفقيرة وترجح مصادر برلمانية أنعقاد جلسة منح الثقة للحكومة قبل 25 من الشهر الجاري وهو موعد الدعوة لاحتجاجات جديدة وضمن هذه التوقعات قال النائب عن الاتلاف عارف الحمامي أن تقديم كابينة السوداني الحكومية من المحتمل تكون نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل بعد اتفاق السوداني مع الكتل السياسية على مواصفات الطاقم الجديد ولا يستبعد المراقبون للمشهد في بغداد والحنانة وأربيل مرور التصويت على حكومة السوداني بهدوء أو على الأقل دون العودة إلى الاعتصامات طالما التزم برنامجه بالانتخابات المبكرة والإصلاح ومحاربة الفساد والذي سيكون على رأس الأولويات سرقة القرن في الظرائب